موسيقى موسيقى لو تحب يوصلك فيديوهاتنا ودرسنا أول بأول من غير متعب نفسك وتدخل تدور عليهم على القناة اضغط على سبسكرايب أو اشتراك هيوصلك أشعار أول منظيف فيديو جديد أتمنى لكم جميعنا التوفيق والاستمتاع بالدرس موسيقى 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 أما الشعب الأردن عراس يا الله بس لمين بتصبر لأهل سلوون السعودين اللي بتبقى أموالهم كريدين للعيبة لمين لمين بتصبر لأهل المغرب الشعاب سيكونوا معناها قريبا ولا لا لمين بتصبر يا معنى لشوية العرب واليار ونص مسلم عدونا اليوم بشوية أكفال وفتح المعباب خليه على الله يا معنى ويراب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم جميعا في الدرس الثالث عشر من سلسلة طور لوتك السلسلة اللي بنشرح فيها نقط مهمة جدا ما بين إنها تكون قواعد بالمعنى التقليدي القائم على الفهم ونقط نقدر نقول إنها أقرب للحفظ هي تبقى حاجة بين البنين وعشان كده وصلنا فيها للدرس الاثناشر وشرحنا فيها نقط مهمة جدا أنا طبعا شايف من عرض المشاهدات للفيديوهات إنها الحمد لله قدرت تقدم توضيح لبعض النقاط اللي ممكن تمثل عقبات للدرس في المرحلة اللي ما بين نقدر نقول الاتفاي إلى البيتفاي وعشان كده جيت النهاردة بموضوع مهم جدا وهو موضوع الإضافة إزاي نقدر إن إحنا نضيف اسم لإسم يعطي معنى المضاف إلي باللغة العربية بأكتر من طريقة باللغة الألمانية وتجنب الخاطئ منها ولكن في البداية نحب نقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قبل عدة برضو أحب إن أنا أذكر نقطة أنا لاحظت على القناة النهاردة إن إحنا وصلنا لـ 25 ألف مشترك هو طبعا خبر جميل وخبر يسايدني جدا جدا ولكن في المقام الأول هو دافع يدعوني للشغل لإن أنا أقدم حاجات أكتر لإن إحنا بنتكلم حرفيا على آلاف من الناس اعتبرت إن القناة بتقدم محتوى مهم بتقدم محتوى مفيد فبالتالي ده بالنسبة لي سبب قوي جدا جدا إن أنا أقدم حاجات أكتر وإني أنا أهتم بالمحتوى المقدم بشكل أكبر طالما إن رسالتكم الضمنية لي عن طريق اللي اشتركت القناة إنها بتقدم محتوى مفيد فأنا أشكركم كل الشكر على ذلك وإن شاء الله بإذن الله تقدر تلاقي في القناة وفي كل اللي إحنا نقدمه على موقعنا الإلكتروني الرسمي كل اللي إنت محتاجه إن شاء الله علشان تقدر تصل الهدفك في اللغة بالشكل اللي يرضيك بإذن الله تعالى وأكرر الشكر طبعا لتعبركم عن تقديركم للمحتوى الموجود بياشتراككم في القناة فشكرا جزيلا والله من كل قلدي ويلا بينا دلوقتي نبدأ درسانا دلوقتي الإضافة يعني يعني أنت حضرتك عايز تدبي للعربي معنى المضاف اللي هتقول لي سهل وخط عندي طبعا طريقة واضحة جدا وهي الجينيتي أقول لك لا مش بس كده وبشكل أساسي أنا مش جاي أقول لك نوع مع الجينيتيف أنا جاي أقول لك حاجة مهمة جدا ركز معي ده اللي أنا جاي الكلام في المهاردة بشكل أساسي وهو أن انت مستحيل هتلاقي اسمين ذات أو اسمين ذات ده بالعربي الصحي يعني وورا بعض بمسافة بينهم يعني إذا نقول مثلا هنتين أندا نقدر نقوم مثلا متأينم لياتسايشن دعت سبيشن ويكون بينهم لياتسايشن يكون بينهم مسافة بينهم وبين بعض ده مستحيل هتقول لي لا إزاي أنا شفته هقول لك بقى أعوصى إن دين فول جاندين فالن إلا في الحالة القتائمة فأنا بشكل أساسي مش جاي تدي لك طرق تعبر بيها قد ما جاي أقول لك ما تعملش غلطة هي في اللغة الإنجليزية موجودة يعني في اللغة الإنجليزية تلاقي عندك تلاقي مسافات مثلا تلاقي مسافة الكلام ده في الألماني غلط إلا في الحالة القتائمة في الحالة الأولى مت آينم أس دع تصبح إن يكون بينهم أس يعني يدمجوا ويكون بينهم أس وده اللي بنسميها الفوجم أس أس اللي بتضيف بيها كلمة على كلمة إزاي أقول لك مثلا عبايتس سايد وقت العمل أقول لك مثلا ليبلينجز بوخ الكتاب المفضل هتلاقي إن أنت قدرت تجمع أسماء وربعض ولكن بوجود اس منهم خلينا اكتب لك الأدوات لإن في ناس بتعتمد أو مش تعتمد بتحب إنها تستفيد من الفيديو عن طريق الأداة أيضا وطبعا نتعرف كويس قوي إن الأداة هنا هتكون أداة الإسم الثاني منتهى ببساطة خليني بقى أعلم لك الأس أي و زي ما حضرتك شايف كده بالضبط دي الطريقة الأولى إن أنت تحط اس وتدمج الكلمتين مع بعض حلوة قوي يلا نحبت بقى يلا نزيد بقى لا للأسف داست دوفن نوة دي دويتش فوموليان الألمان فقط هم اللي يسمح لهم بصياغة حاجات زي دي لي لي عنصرية عشان الباسبور لا لأنه لما تولد عارف إيه يتقال وإيه ما يتقلش إيه بالاس وإيه من غير اس خلينا أوريك صورة حلوة قوي هتوضح لك النقطة ليه أنت ما ينفعش تعمل ده الألمان بس هم اللي يعملون بص معا كده الصورة دي واحد بعد سؤال فانموش اس تفشن تفايف عوتا دانكشن على فكرة ده ارتيكل على وكشنالي أو على كبيديا أعتقد إلقات اليوم الشرح بيقوله بقى إمت تحط الاس لاي دا جيتستم اس تفشن تفايف نومن كاينة غيجل تفشن تفايف نومن وما ليه نومنة آه نومن جمعها نومن ونومنة لكن صح اس جبت كاينة غيجل مايست فيدس اس نح جفول جزت إيه بقى الجفول ده؟ يعني هجيلي إمت الجفول ده؟ حضرتك ده هجيلك تسي اينتس وانت طالع يعني تسي اينتس وبعا كنت اشتغلت كمان اشتغلت فترة تدريس اشتغلت فترة كامو ترجم ساعتها لما اقولك الكلمة دي ينفع تضافك يعني تضمن كلمتين مع بعض وان انا احط بينهم اس والله ساعتها عارف انت هتكون عدبة عليك هتفتكرها من الذاكرة أو هيتكون عندك الجفول اللي يخليك تقرب بنسبة كبيرة جدا للصح قبل كده قبل ما تكون خلصت سي اينتس واشتغلت بالألماني بلاش تعتمد على الشعور لان بمسبة كبيرة جدا هتغلط يبقى ارجو من حضرتك انت عايز استخدم الطريقة دي والله يشوف بيقولوها الألمان قلها ما بيقولوهاش متقلهاش بمنتهى البساطة طيب الطريقة التانية الطريقة التانية متأينم بندشتريش طبعا ده تسفشن يعني تسفشن دين سفاينومي أو دين سفاينومينا عندك هنا اهو انك تحط البندشتريش اللي هي الشرطة القصيرة دي بين الكلمتين ازاي اقولك مثلا داس فيتنس شتوديو صالت اللياقة البدنية برغم ان على فكرة الكلمة دي انت ممكن تلاقيها في بعض الكتب او في بعض الناس بيكتبوها بثلاثة اس وربعة يعني الاس اس تاعت فيتنس بعد كده يكتب شتوديو اونا بندشتريش من غير ما يحط الاشتريش اصلا خالص ده موجود ولكن الاكثر شيوعا انها تكون بندشتريش انت كده ده نطب الكلمتين مع بعض اه صحيح فانا كنت عايز اقولك كيه مثال حلو قوي من احد الالعاب بص كده معايا الصورة دي الصورة دي من لعبة المانية يعني مش حد مثلا نقدر نقول انهم ألفها وحد غلطان في اللغة لا 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 بص هو جمع ازاي اسماء كتير مع بعض بكمية بندشتريشة انت مش هتحدد شايف منظر ده؟ على فكرة منظر ده بينقذك برضو بمشكلة نحوية كبيرة وهي ان انت حضرتك لو شلت بندشتريش دي ومحطتش مكانها اي حاجة انت كده تسال لازم يكون ليها تسال طبعا معناها يدفع غيشنونج لازم يكون ليها اعراب وعايز اقولك سوكونف لازم يكون ليها اعراب وتوب يكون ليها اعراب فبالتالي هتلاقي عندك ثلاث اعرابات لكلمات هي مفوت اصلا في الاصل كلمة واحدة يعني الجملة دي معناها ان هو الشخص اللي بيشتغل بيدفع فواتيره وبيتدخر شيء للمستقبل عايز اقولك ان من اول دير لحد توب اعراب واحد من اول دير اللي انت شايفها قدامك دي لحد توب دي اعراب واحد لكن لو شلت البندشتريشة لازم تدي الكل نوم منهم اعراب مختلف هتبقى مشكلة كبيرة جدا فهو ليها منطق نحوي ولكن قد تبدو بالنسبة لك في اللغات الاخرى انت كانت تتكلم عارض بقى او في اللغة الانجليزية موضوع غريب موضوع مش منطقي بالنسبة لك ولكن للأسف الالمين كده طيب نرجع لملف المحاضرة يعني انا اعمل ايه بقى اقدر ان اخوة انا بنفسي خليني برضو اخذلك السور دي صحيح للملف بص معايا ايوه سبتها لك ان هون كده بكباش بيل انا بقى اقدر ان انا اعمل كده عشان نتجنب وضع اسماء بينهم مسافة بينهم ليرت سايشن للأسف الشديد برضو لا هناخد النفس دي بالزبط ايوه يبقى حضرتك عندك الطريقة الاولى حلوة وجميلة لكن حضرتك ما تكونهاش بنفسك الطريقة التانية حلوة وجميلة لكن حضرتك ما تكونهاش بنفسك حضرتك بتشوفي الالمين قالوها بتقولها زيهم ما قالوهاش ما تقولهاش عشان ما تغلقش الطريقة الثالثة وهي تسوزامن جشغيل مكتوبين مع بعض انا اس انا بندش تغيش متحطش بقى لا اس ولا شرطة ازاي مثلا اجا اقول لحضرتك نكتب اداء دي ہاوس تور باب البيت او ان انا اجا اقول لحضرتك مثلا دا دينست وان عربات العمل منظر ده شايف بدون اي اس بدون اي بندش تغيش وطبعا بدون اي لاتساشن بين الكلمتين المنظر ده ها اكونه بقى بنفسي طالطبق ما انت عرفت بقى انا اسف اني بحبطك بس هو ده الواقع للأسف الشديد ما تقدرش برضو ده الالمن فقط هم اللي يسمح لهم بعملوا حضرتك انت بتشوف هل قالوها تقولها زيهم ما قالوهاش معلش منفعش تقولها طب تعال معايا الطريقة الرابعة واخد بالك من حاجة بقى كل اللي احنا قلنا ده بيسمى عندك بالعربي مضافة مضافة ليه يعني انت حتى الان تلت طرق ولسه هنكمل ولكن بالعربي مقابل واحد وهي ده مشكلة ان انت لما بتفكر بالعربي فبتعرفش بالألماني يطلع معك ايه فبتهبت بقى انت عندك طرق كتير او لو انت عارف طريقة فبتركز على طريقة واحدة بس ودي مشكلة تانية طبع انت عندك طرق تانية يعني مثلا اللي احنا قلتها مثلا ايه متفن انك تعمل الاضافة باستخدام فن فاجأ قلتك مثلا فانت بالتالي انت عرفت طريقة زي طريقة فن وخلاص وشغال عليها ومعلق عليها بص انا مش قولك غلط المشكلة الوحيدة انه ممكن يكون لها مقابل زي كلمة كلمة مدمجة موجودة فيعتبر ان اللي انت عملته مط بلا داعي انت بتمط الكلام بلا داعي وهو ليه كلمات مختصرة اكتر فهي المشكلة هنا انت بتفكر بالعربي لازم تبقى عارف قويس قوي بالالماني افضل مقابل ايه حتى لو فيه اكثر من المقابل افضلهم ايه دا لازم تكون عارفوا كويس قوي وده بقى هنا الحتة اللي مخليها الفيديو دا فور لغتك مش سلسلت القواعد لان فيها سنة حفظ انت محتاج تكون حافظ ايه اللي تقال وايه اللي ما تقالش مثلا نيجي نقول دهوف ونجد شو لك ساحة المدرسة طيب حلو خلاص بقى ما انت قلت بقى اكون دا برحتي ايوة بس خد بالك ان انا زي ما قلت لك كده بردو انا قلت لك ان ممكن يكون فيه مقابلات مختصرة اقصر طيب بالتالي انت اللي عملته دا ما بتمالوش داعي فخلينا نقول بنسبة 99 في المية تقدر ان انت تتكون دا بنفسك طيب 99 في المية عشان السبب اللي انت قلته اللي هو ان ممكن يكون فيه كلمات مختصرة انا مش عايز اختصر وعايز اموت لا فيه سبب تاني سبب تاني فن مش دايما هتديلك معنى الاضافة فن ممكن تديلك معنى الاتجاه بمعنى ايه لو جيت قلت لك مثلا مثلا ايه شابة داسبوخ فم ليرا كده معنى ايه معنى انا معي كتاب المدرس اه كتاب المدرس صح become اوه هنا بقى قد تحتبل معنى ايه انك حصلت على الكتاب عن طريق المدرس دا كده مش مضافة مضافة ليه دا كده مش معنى الاضافة دلوقتي انت حصلت على الكتاب عن طريق المدرس اه دا كده بقى معنى التوجيه اهو هنا فن ما تقدرش تدي بها معنى الاضافة تعمل لك مشكلة تخلي الكلام يتفهم على وجهين فعشان كده نقول 00% ليه؟ لان في حالات فعلا فن مش هتساعدك تدي المعنى انت عايفه تعال شوف الطريقة الخامسة وهي made the genitive ان انا استخدم ال genitive ازاي بقى؟ اجا اقول لحضرتك مثلا these houses باب البيت خد بالك انا معلق على مثال باب البيت لسبب عشان اوهرك ان انت بالعربي هو هو بالعربي باب البيت انا عايز اقول لك انا كنت خدت بالي كنت خلتها برضو فوق يعني باب البيت حاولت دا انا الاقي نفس الامثالة هي هي انا بحاول الفة انتباهك لان بالعربي هي معنى واحد بس وطريقة واحدة بس وقعدة واحدة بس في الالماني طرق مختلفة انا عايز اركز جدا عن نقطة دي باب البيت نقدر نقوم مثلا diahof diashul اه نشولي هون diahof diashul ساحة المدرس بالمنظر دا كده انت عملت ال genitive اهو احاولي نقوم بقى كل كده ايوه 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 دي ال genitive تمام طب دا برضو قادر اكبرهم نفسي بص معايا non 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 cent وبس في حاجة لو انت بتتفرج على الفيديو وانت مش فاهم ايه هو ال genitive روح على الموقع ايوه دي الموقع الرسمي اهو هتروح على الموقع سلسلة تعلم الالمانية هتدخل على دروس تعلم القواعد وهتنزل على فيديو zekes und zesh tesh ده genitive تشوف لي دا مهم جدا 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 عشان تفهم دلوقتي انا بتكلم في ايه لو انت ما تعرفش ايه هو ال genitive طيب تمام اه صحيح والفيديو دا تلاقيه فين بعدين اللي بتفرج عليه ما انت ممكن تكون شايفه مثلا على فيسبوك على اليوتيوب لو انت عايز تعمل فيديو دا فينه هتروح على تعلم القواعدة برضو دا الجنتيف ليه 9% برضو عشان موضوع المرض انت دلوقتي قلت دا هوف دا شول طب ما فيه كلمة اسمعها شول هوف فيه كلمة اسمعها شول هوف يبقى انت بتمط بلا داعي عشان كده قلتلك 9% ليه عشان فيه حاجات هتبقى افضل من انك تفضل يعني تضم الكلمتين مع بعض بالجنتيف فيه اختصارات افضل بكتير تخيل بقولك مثلا decide their abide يا حبيبي ما هي فيه كلمة abide site انت بتبط على الفاضي ليه ما لهاش اي داعي خالص مش النقطة الساكسة ناخ مين انجاب اه يعني ايه بقى بعد اضاحت معيارية يعني اضاحت معيارية يعني حاجات بتدل على القياس اجا اقولك مثلا 2 كيلو تماط 2 كيلو تماط واحد بقى ما شافش الفيديو ده يقولك الله ما كيلو نومن وتومات نومن هو انت ازاي حط طمرة بعض ايوة عشان كيلو ده واحدة قياس 3 فلاشن فسر ثلاث زجاجات مية بالمنظر ده الله ازاي فلاشن 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 واحد القياس اه مش دايما بس في المثال ده واحد القياس انا بقولك بعد الميا بعرض الزجاجات ممكن ممكن دوزة اللي يقولها علبة المعدن عسل مثلا اللي بتحط فيها الفول والحاجات دي كلها ممكن عندك ميتر عندك عجل كتير فبالتالي بعد اضاحات معيارية او وحدات قياس حضرتك يسمح لك بوضع اسمين يعني تحط اسم اللي هو الوحدة القياس نفسها وبعد كده تحط نومن تاني وبينهم مسافة عادي جدا فيش اي مشكلة خالص ده مش هقولك ده سداف من فورموليان لانها موجودة انت مش تختراعها هي موجودة يعني مش اختراع واحدة قياس جديدة هي موجودة اصلا فبالتالي مش هعلق اقولك تعملها لنفسك او لا هي موجودة وانت بتستخدمها يعني يعني يقدر نقول اه والله الالمان عملوها هتعملها لان الالمان استخدموا كل وحدات القياس خلاص انت ما انتش يعني الزويل الله يرحمه عشان تختراع وحدة قياس جديدة فبالتالي اي حاجة اي نومن عايز تحطه بعد واحدة قياس يسمح لك تحطه بعد لاتسيشن كايم قوبلين تعال معايا الطريقة السبعة او سنعم السسناءات السسناءات دي بقى منها ما يفهم ومنها ما يحفظ يعني ايه؟ يعني اللي بيفهم مثلا وهو التفصيل بعد اجمال او نقدر نقول التخصيص ومحدش بقى يقرب العربي لان انا فيش العربي اللي انا بقوله لك هو محاولة لشرح اللي في دماغي فانا بحاول اوصل لك الفكرة بشكل ابسط يعني ايه التخصيص او التفصيل بعد اجمال لو جيت قلت لك مثلا تستيمة في كم تيمة في حاتنا في كم موضوع في حاتنا في موضوع كتير انا بقى عايز ايه؟ اخصص بقى اقول لك اي موضوع شباط موضوع الرياضة واخدلي بالك ان بعد التيمة سبت مسافة وقلت شباط اه شفت نفعت نفعت ليه؟ ده تخصيص انا بحدد انا قلت التيمة وده المجمل هجيب بقى المفصل شباط ده بغير فيه كم قطاع من قطاعات الحياة؟ قطاعات كتير انا بقى عايز اخصص دارت شفت الاقتصاد يبقى قطاع الاقتصاد واخد بالك ان كله بالعربي طالع عندك مضاف ومضاف ليه؟ مش مشكلة خاص بس بالالماني قدرت ان انا اعمل طرق جديدة ده بنسميه نقدر نقول التفصيل بعد اجمال او التخصيص افهموا براحتك سميحة مكشة على اسم جده مش فرقة بس انت تبقى عارف كويس قوي ان انا ما بحتاج اخصص او افصل بعد مجمل انا يسمحلي احط ويسمحني اذا انا احط بينهم عادي جدا ده من ضمن الاسسناء في اسسناء بقى غير مفهوم او نقدر نقول شرحه نحاوي معقد بشكل كبير جدا وهو حاجة زي داس بارت تسيب بافل البرت تسيب بافل بالمنظر ده ازاي بينهم وازاي اللي تلمت بين جوز على انهم نومن ده تحفظوا احسن ما تدخلش رفسك في افلام كتير احفظوا كما هو احسن وحيدقولك طب انت ما كتبتش المعناه ليه لو بتسألني ما كتبتش معناه ليه حضرتك هتروح على الموقع وهتخل على سلسلة القواعد وتنزل تشوفلي بقى من اول تسيب ونفيرتش لحد زيب ونفيرتش وخصوصا زيكس ونفيرتش هتعرف ليه انا ما سمتش البرت تسيب تسيب او البرت تسيب بافلت ما اطلقتش عليه اسم بالعربي تشوفلي الفيديوهات دي هتعرف كويس او طيب يبقى ده برضو طبعا تسيب في النور دي دي دويتشين فرموليين مت او سنامة مع السسناء التفصيل بعد اجمال ده انت ممكن تستنتجه بنفسك بس خد بالك ان انت برضو محتاج حاجة تكون مجمل يعني ايه ما ينفعش اختراع كلمة جديدة وقول اصلي مجمل يعني مثلا بغيش تيما الحاجات دي مادة دراسية وبعد كده ومقال ايه هي المادة فوزيك برضو ده تفصيل بعد اجمال الحاجات دي بشكل كبير سابتا فمش تختراها عشان كده قلتلك انا هنا اني داست دورفن نوري دويتشين فرموليين طيب النقطة التامنة على فكرة احنا كده خلاص خلصنا الاضافة كده خلصنا النقطة التامنة بقى ايه ايه بقى لا ده حاجة ملهاش ايه علاقة بالاضافة عين 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 صفا صدفة تخلي فيها عندك اسمين وراء بعض نعل ان ده بس بالاصفر الاول وده كمان ايه بقى الصدفة دي تعال بص معايا وركز اوي في اللي هقوله ممكن نضم صفاونا البعض ايوة عين ليغة مدرس فقط موبايل ارهد فورجستان كوليجين جفار او مثلا دناخ جفار اول مبارح سأل الزملاء عن الموبايل جستان ارهد فورجستان جفار ومبارح سأل شرطيين انا متعمد اجيب كوليجين وفورجستان ان بشتمت يبقى هو سأل اول مبارح زملاء ومبارح سأل شرطيين هويتر او ار فرات هويتر شولا شولا تمام؟ هو بيسأل او دير لغة خلاص كفاية ار دير لغة فرات هويتر شولا النهاردة بقى هو ناوي يسأل تلميذ هو سأل زملاء وسأل شرطيين ودلوقتي هيسأل تلميذ تعال بقى ناخد الجملة دي كده تحت ايوه بالمنظر ده ونجي بقى نعمل ايه؟ ما تيجي نعمل بيتونج على هايتر 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 ازاي النوم اه دي ولا حالة من اللي انت علمتهم لنا ازاي بقى دلوقتي الليغة وشولر بينهم ازاي؟ هل دي اضافة؟ هل انا بقول تلاميذ المدرس؟ حضرتك ده الليغة هو هو الزوبيكت والشولر هو الأوبيكت وكل ده مجرد صدفة لانها جملة قصيرة التقى الزوبيكت جنب الأوبيكت مش اكتر لان الجملة مكوناتها قليلة واحنا عملنا بتونج على اللي هو التمبوغال انجابة اللي هو هو هايتف فانتقى للزوبيكت فالتقى مع الأوبيكت فيه مش اكتر صدفة ده مش معنى اضافة خالص ليس له اي علاقة بالاضافة مالوش خالص اي علاقة بمعنى الاضافة دي مجرد صدفة ان التقى عندك الاتنين دول بالمنظر ده بس كده فيما عدا ذلك انت معندكش اي امكانية ان يظهر اي امكانية ان يظهر وبينهم ده مفيش امكانية لديه خلاص هو هتبقى حاجة من السبعة دول التامنة هي صدفة ما لهاش اي علاقة خالص بالاضافة اتمنى ان شاء الله يكون كده وضح الموضوع ده بالنسبة الناس كتير لان يا جماعة الناس بتقارن بالانجليز وده بيأجل اخطاء شغايبن بالهبل بالهبل انا بتصحر حاوصف جابن انا عايز اقولكو والله العظيم يا جماعة انا لو فتحت اي ملف محاضرة اي حد تقريبا لأي مجموعة هتلاقي القادة الموجودة والناس من طلاب التفرج عارفة كلهم اتشرح لهم القادة دي فالموضوع فعلا فعلا مهم بيته محتاج ان انت تركز فيه عشان تتجنب اخطاء كتيرة جدا طيب قبل ما اختم احنا حاليا هو التصوير للفيديو ده الموضوع في غزة في اسوأ حالات اسوأ حالات يعني انا ما كنتش عايز اجيب سيرة ان احنا اصبحنا خمسة وعشرين الف مشترك على القناة لان ده عدد الشهداء المؤكد في غزة خمسة وعشرين الف العدد المؤكد لسه بقى فيه تحت الانقاض ولسه بقى هيبان لما الكلاب يطلعوا ويسيبوا اهل غزة في حالهم ساعتها هنقدر نعرف بالضبط ايه العدد كان فحاجة كارثية حاجة مصيبة حاجة عار علينا كلنا كلنا في عار وانا اول ناس اللي شايل العار على رسا فانا بس ارجو منك لو انت تتفرج على الفيديو ده والموضوع ما تحلش يعني ما تنساهمش من دعائك واتمنى اتمنى ان الفيديو ده لما يتعرض يكون ربنا يعني امن على اهلنا في غزة بالنصر وانتقم اولا اولا من اللي خزالهم قبل اعداءهم اللي خزالهم الاول يكون ربنا انتقم من اللي خزالهم في المقام الاول قبل اعداءهم ثم اعداءهم ونكون الفيديو ده وحننطرج عليه الناس بتقول يعني كانت ذكرى حزينة والحمد لله ربنا اتمها بالنصر اتمنى اتمنى ان شاء الله فيعني بس ما ننساش من الدعاء وما ننساش اللي في ايده حاجة يعملها ياريت يعملها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة